بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن صار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السادس من دروس تفسير سورة الفرقان بسم فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسلم في تفسير الآية الثانية والعشرين وما بعدها إلى الآية السادسة والعشرين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى يوم يوم وقشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين يقول الإمام أما قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فهو جواب لقولهم لولا أنزل علينا الملائكة فبين تعالى أن الذي سألوه سيوجد ولكنهم يلقون منهما يكرهون وها هنا مسائل المسألة الأولى ذكروا في انتصاب يوم وجدوا عامل ما دل عليه لا بشرى أي يوم يرون الملائكة يبغون البشرى ويومئذ للتكرير الثاني أن التقدير اذكر يوم يرون الملائكة المسألة الثانية اختلفوا في ذلك اليوم فقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد عند الموت وقال الباقون يريد يوم القيامة المسألة الثالثة إنما يقال للكافر لا بشرى لأن الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد في نفسه أنه كان هاديا مهتديا فكان يطمع في ذلك الثواب العظيم ولأنهم ربما عملوا ما رجوا فيه النفع كنصرة المظلوم وعطية الفقير وصلة الرحم ولكنهم أبطلوها بكفرهم فبين سبحانه أنهم في أول الأمر يشافهون بما يدل على نهاية اليأس والخيبة وذلك هو النهاية في الإيلام وهو المراد من قوله وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون المسألة الرابعة حق الكلام أن يقال يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم لكنه قال لا بشرى يومئذ للمجرمين وفيه وجهان أحدهما أنه ظاهر في موضع الضمير والثاني أنه عام فقد تناولهم بعمومه قالت المعتزلة تدل الآية على القطع بوعيد الفساق وعدم العفو لأن قوله تعالى لا بشرى يومئذ للمجرمين نكرة في سياق النفل فيعم جميع أنواع البشرى في جميع الأوقات بدليل أن من أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى في الوقت الفلاني فلما كان ثبوت البشرى في وقت من الأوقات يذكر لتكذيب هذه القضية علمنا أن قوله تعالى لا بشرى يقتضي نفي جميع أنواع البشرى في كل الأوقات ثم إنه سبحانه أكد هذا النفي بقوله ويقولون حجرا محجورا والعفو من الله تعالى من أعظم البشرى والخلاص من النار بعد دخولها من أعظم البشرى وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم البشرى فوجب أن لا يثبت ذلك لأحد من المجرمين والكلام على التمسك بصيغ العموم قد تقدم غير مرة قال المفسرون المراد بالمجرمين هاهنا الكفار بدليل قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حد هذا التأويل قوله تعالى في سورة المدثر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وهذا ما هو الكافر المسألة الخامسة في تفسير قوله حجرا محجورا ذكر سيبويه في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ الله وقعدك الله وعمرك إلا فعال موتور أو هجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضع لاستعاذة وهذه كلمة حجرا كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضع لاستعاذة قال سيبويه يقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا فيقول حجرا وهي من حجره إذا منعه الحجر معناه المنع لأن المستعيد طالب من الله عز وجل فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا أسأل الله أن يمنع ذلك منعا ويحجره حجرا أو حجرا ومجيئه على فعل يعني على حجر أو فعل على حجر في قراءة الحسن تصرف فيه يعني وردت حجرا ووردت حجرا تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد فإن قيل لما ثبت أنه من باب المصادر يعني سيبويه ذكره في باب المصادر فما معنى وصفه بكونه محجورا قلنا جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر كما قالوا ذيل ذائل فالذيل الهوان وقالوا موت مائت وحرام محرم للتأكيد المسألة السادسة اختلفوا في أن الذين يقولون حجرا محجورا منهم على ثلاثة أقوال القول الأول أنهم هم الكفار وذلك لأنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ثم إذا رأوهم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور ونزول الشدة القول الثاني أن القائلين هم الملائكة ومعناه حراما محرما عليكم الغفران والجنة والبشر أي جعل الله عز وجل ذلك حراما عليكم ثم اختلفوا على هذا القول على القول بأن هذا القول صادر عن الملائكة اختلفوا فقال بعضهم إن الكفار إذا خرجوا من كبورهم قالت الحفظة لهم حجرا محجورا وقال الكلبي الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين حجرا محجورا وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى فإذا ذلك قالوا لهم بشرون فيقولون حجرا محجورا القول الثالث وهو قول القفال والباحدي وروي عن الحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما يخافونه فيتعوذون منه ويقولون حجرا محجورا فتقول الملائكة لا يعاد من شر هذا اليوم وأما قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا فقد استدلت المجسمة بقوله وقدمنا لأن القدوم لا يصح إلا على الأجسام وجوابه أنه لما قامت الدلالة والموصوف بالحركة محدث ولذلك استدل الخليل عليه السلام بأفول الكواكب على حدوثها وثبت أن الله عز وجل لا يجوز أن يكون محدثا فوجبهم وهو من وجوه أحدها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي وقصدنا إلى أعمالهم فإن القادم إلى الشيء قاصد له فالقصد هو المؤثر في المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازا وثانيها المراد قدوم الملائكة إلى موضع الحساب في الآخرة ولما كانوا بأمره عز وجل يقدمون جاز أن يقول وقدمنا على سبيل التوسع ونظيره قوله تعالى فلما آسفون انتقمنا منه ألفها أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها فلما أباد الله تعالى أعمالهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع التي يقدمها الملك فلا جرم قال وقدمنا وأما قوله إلى ما عملوا من عمل فيعني الأعمال التي اعتقدوها برا وظنوا أنها تقربهم إلى الله تعالى والمعنى إلى ما عملوا من أي عمل كان وأما قوله فجعلناه هباء منثورا فالمراد أبطلناه وجعلناه بحيث لا يمكن الانتفاع به كالهباء القبض عليه ونظيره قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة وقوله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول قال أبو عبيدة والزجاج الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء الشمس وقال مقاتل إنه الغبار الذي يستطير من حوافر الدواب وأما قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة فاعلم أنه سبحانه لما بين حال الكفار في الخسار الكلي والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبيها على أن الحظ كل الحظ في طاعة الله عز وجل وها هنا سؤالات الأول كيف يكون أصحاب الجنة خير مستقرا من أهل النار ولا خير في النار ولا يقال في العسل هو أحلى من الخل والجواب من وجوه الأول ما تقدم في قوله قل أذلك خير أم جنة القلد التي وعد المتقون والثاني يجوز أن يريد أنهم في غاية الخير لأن مستقر الجنة خير من النار كقول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله الثالث التفاضل الذي ذكر بين المنزلتين إنما يرجع إلى الموضع والموضع من حيث إنه موضع لا شر فيه الرابع هذا التفاضل واقع على سبيل التقدير أي لو كان لهم مستقر فيه خير لكان مستقر أهل الجنة خيرا منه السؤال الثاني الآية دلت على أن مستقرهم غير مقيلهم فكيف ذلك والجواب من وجوه الأول أن المستقر مكان الاستقرار والمقيل زمان القيلولة فهذا إشارة إلى أنهم من المكان في أحسن مكان ومن الزمان في أطيب زمان الثاني أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم فإنهم يقيلون في الفردوس ثم يعودون إلى مستقرهم الثالث أن بعد الفراغ من المحاسبة والذهاب إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة قال ابن مسعود رضي الله عنه لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم وقرأ قوله تعالى في سورة الصافات ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم قرأه ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم فقرأ ثم إن مقيلهم بدل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وقال سعيد بن جبير إن الله تعالى إذا أخذ في فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغدات إلى انتصاف النهار فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وقال مقاتل يخفف الحساب على أهل الجنة حتى يكون بمقدار نصف يوم من الدنيا ثم يقيلون من يومهم ذلك في الجنة الثالث كيف تصح القيلولة في الجنة والنار وعندكم أن أهل الجنة في الآخرة لا ينامون وأن أهل النار أبدا في عذاب يعرفونه وأن أهل الجنة في نعيم يعرفونه والجواب قال الله تعالى وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ بُكْرَةٌ وَعَشِيٌّا بقوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وإذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف النهار ولا وقت القيلولة بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها كما أن موضع القيلولة يكون أطيب المواضع والله أعلم ثم قال تعالى وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يقول الإمام اعلم أن هذا الكلام مبني على ما استدعوه من إنزال الملائكة فبين سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له صفات يحصل نزول الملائكة في يوم له صفات الصفة الأولى أن في ذلك اليوم تشقق السماء بالغمام وفيه مسأل المسألة الأولى قوله تعالى إذا السماء فطرت يدل على التشقق وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يدل على الغمام فقوله تشقق السماء بالغمام جامع لمعنى الآيتين ونظيره قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية المسألة الثانية قرأ أبو عمر وأهل الكوفة تشققوا بتخفيف الشين هاهنا وفي سورة قاف يعني قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعة والباقون تشقق بالتشديد قال أبو عبيد الاختيار التخفيف كما يخفف تساءلون واتقوا الله الذي تساءلون وقرأت تساءلون ومن شدد فمعناه تتشقق المسألة الثانية قال الفراء المراد من قوله بالغمام أي عن الغمام لأن السماء لا تتشقق بالغمام بل عن الغمام وقال القاضي لا يمتنع أن يجعل الله تعالى الغمام بحيث تشقق السماء باعتماده عليه وهو كقوله فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطن به لابد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول الملائكة فقيل الملائكة في أيام الأنبياء عليهم السلام كانوا ينزلون من مواضع مخصوصة والسماء على اتصالها ثم في ذلك اليوم تتشقق السماء فإذا انشقت خرجت من أن تكون حائلا بين الملائكة وبين الأرض فنزلت الملائكة إلى الأرض المسألة الخامسة قوله ونزل الملائكة صيغة عموم فيتناول الكل ولأن السماء مقر الملائكة فإذا تشققت وجب أن ينزلوا إلى الأرض ثم قال مقاتل تشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر من سكان الدنيا كذلك وحملة العرش ثم ينزل الرب سبحانه وتعالى وروا الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها ويصيرون سبع صفوف حول العالم يقول الإمام واعلم أن نزول الرب عز وجل بالذات باطل قطعا لأن النزول حركة والموصوف بالحركة محدث والإله لا يكون محدثا وأما نزول الملائكة إلى الأرض فعليه سؤال وذلك لأنه ثبت أن الأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كحلقة في فلا ثبت فكيف بالقياس إلى الكرسي والعرش فملائكة هذه المواضع بأسرها كيف تتسع لهم الأرض جميعا فلعل الله تعالى يزيد في طول الأرض وعرضها ويبلغها مبلغا يتسع لكل هؤلاء ومن المفسرين من قال الملائكة يكونون في الغمام إذن الجواب لعل الله تعالى يزيد في طول الأرض وعرضها ويبلغها مبلغا يتسع لكل هؤلاء هذا هو الجواب الأول عن الإشكال المطروح والجواب الثاني من المفسرين من قال الملائكة يكونون في الغمام والله تعالى يسكن الغمام فوق أهل القيامة ويكون ذلك الغمام مقر الملائكة قال الحسن والغمام سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه بنسخ أعمال بني آدم أي بالكتب التي دونت فيها أعمال بني آدم والمحاسبة تكون في الأرض المسألة السادسة أما نزول الملائكة فظاهر ومعنى تنزيل توكيد للنزول ودلالة على إصراعهم فيه المسألة السابعة الألف واللام في الغمام ليست للعموم أو الألف واللام في الغمام ليست للعموم فهما للمعهود والمراد ما ذكره الله عز وجل في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إذن هذا غمام معهود والألف واللام للعهد وليست للجنس أو للعموم المسألة الثامنة قرئ وننزل الملائكة وننزل الملائكة ونزل الملائكة وهي قراءة الجمهور ونزلت الملائكة ونزل الملائكة ونزل الملائكة أصلها وننزل الملائكة على حذف النون الذي هو فاء الفعل من ننزل وهي أي ننزل قراءة أهل مكة قراءة ابن كثير المكي يقول السمين الحلبي قرأ ابن كثير من السبعة وننزل والباقون قرأوا ونزل الملائكة تنزل إذن قرأ ابن كثير من السبعة وننزل بنون مضمومة ثم أخرى ساكنة وزاي خفيفة مكسورة مضارع أنزل والملائكة بالنصب مفعول به وكان من حق المصدر أن يجيء بعد هذه القراءة على إنزال وننزل الملائكة إنزال على قراءة ابن كثير فلماذا جاءت تنزيلة قال أبو علي لما كان أنزل ونزل يجريان مجرا واحدا أجرى مصدر أحدهما على مصدر الآخر أجرى مصدر أنزل على مصدر نزل فقال وننزل الملائكة تنزيلة الصفة الثانية لذلك اليوم قوله الملك يومئذ الحق للرحمن قال الزجاج الحق صفة للملك قال الزجاج الحق صفة للملك والتقدير الملك الحق يومئذ للرحمن ويجوز الحق بالنصب الملك الحق يومئذ للرحمن يجوز بالنصب على تقدير أعني يعني هنا تكون منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني الحق لكن القراءة سنة متبعة فتجوز من ناحية النحو لكنه لم يقرأ بها ومعنى وصفه بكونه حقا أنه لا يزول ولا يتغير فإن قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فما الفائدة في الملك الحق لله عز وجل في ذلك اليوم وفي سائر الأيام فما الفائدة يومئذ قلنا لأن في ذلك اليوم لا مالك سواه لا في الصورة ولا في المعنى في الدنيا الظاهر أن الناس يملكون شيئا لكن هذا من حيث الظاهر والملكة الظاهرة تختفي يوم القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قلنا لأن في ذلك اليوم لا مالك سواه لا في الصورة ولا في المعنى فتخضع له الملوك وتعنو له الوجوه وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الأيام واعلم أن هذه الآية دالة على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله تعالى الثواب والعوض وذلك لأنه لو وجب لستحق الذم بتركه فكان خائفا من أن لا يفعل فلم يكن ملكا مطلقا وأيضا فقوله الملك يومئذ الحق للرحمن يفيد أنه ليس لغيره ملك وذلك لا يتم على قول المعتزلة لأن كل من استحق عليه شيئا فإنه يكون مالكا له ولا يكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق لأنهم قالوا بوجوب الثواب على الله عز وجل ولأنه سبحانه إذا استحق على أحد شيئا أمكنه أن يعفو عنه أما غيره إذا استحق عليه شيئا فإنه لا يصح إبراؤه عنه فكانت العبودية ها هنا أتم ولأن من كفر بالله عز وجل إلى آخر عمره ثم في آخر عمره عرف الله تعالى لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف سنة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك ألا يعطيه لحظة واحدة صار مذموما وهذا نهاية العبودية والذل فكيف يليق بمن هذا حاله أن يقال له الملك يومئذ الحق للرحمن وأيضا فكل من فعل فعلا لو لم يفعله لكان مستوجبا للذنب وكان بذلك الفعل مكتسبا للكمال وبتركه مكتسبا للنقصان لم يكن ملكا بل كان فقيرا مستحقا فثبت أن قوله سبحانه الملك يومئذ الحق للرحمن ثبت أنه غير لائق بأصول المعتزلة ونقف عند قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين